اعزائي طلب الطلبات الصف الخامس اللي ابتدائي انا مستر مينا والفيديو ده حبيبي هنراجع اهم اسئلة الموجودة عندنا في اللغة الانجليزية الاضافي تعالوا حبيبي كده نرجع مع بعض اهم الاسئلة وهنبتدي مع بعض سؤال زي ما احنا عارفين فصل من فصول السنة الاربعة هنا طالب منك تتكلم عن اختار اي فصل من الفصول الاربعة دول وتكلم عنه هنختار فصل السيف لانه طبعا كلنا بنحبه لانه بنقدر نروح البحر وبنقدر نتفسح ونقدر نخرج زي ما احنا عايزين فهنختار فصل السيف هقول له خد بالك انا اول جملة كتبتها في مسافة في بداية الجملة لو ركزت كده هنا معي وبنبتدي الجملة بحرف انا كتبه لك بلون مختلف ونهاية الجملة برضو قدامك بلون مختلف دايما يا سنة خمسة جملة اول جملة لازم تتكلم حرف كابتل وطبعا اول سطر بس باسيب مسافة كده في الاول ونهاية الجملة دايما لازم تكون دي كده اول جملة تاني جملة انا احب ان اذهب الى الشاطئ في الصيف دي كده تاني جملة بداية حرف كابتل ونهايتها الجملة التالتة بدايتها برضو حرف كابتل اي لايك سوامنج انا احب السباحة خلصت الجملة نبتدي بحرف كابتل اي كان وهنقف هنا خد بالك انه كان جا بعدها باي مش بوت كان لازم يجي بعدها الفعل في المصدر فاقول له اي كان باي بعد كده نكمل اي سكريم انا استطيع ان انا اشتري اي سكريم في فاصل الصيف ده حبيبي اول عندنا وده خاص بيونت وان تعالوا نشوف البراجراف اللي جالنا في يونت تو يونت تو كان طالب منك باراجراف عن جوب يعني وظيفة طالب منك تتكلم عن وظيفة باباك هنختار وظيفة سهلة جدا وهنتكلم عن الوظيفة دي فاربعة جمل فهنقول له بنفس قواعد البراجراف سانة خمسة اللي اتفقنا عليها بداية الجملة حرف كابتل ونهيتها حبيبي فول ستوب. ماي فاذر از افت بابايا والدي اه طبيب بعد كده خلصنا الجملة فول ستوب هو بيهتم بالحيوانات. اي وانت تو بي. خد بالك اي وان تو بي دي معناها انا اريد ان اكون. يعني نفسك تبقى اي اي وان تو بي اا فت. انا اريد ان اكون طبيب بطريق. خلصنا الجملة فول ستوب. وبعد كده اخر جملة حبيبي هنقولها اي لايك بيتس. انا احب الحيوانات الاليفة. بيتس اللي هي الحيوانات الاليفة اللي انت تقدر تربيها او تكون عندك موجودة في المنزل. ننتقل بعد كده للبورغراف الثالث اللي هو خوص بيونت ثري. وطالب منك تتكلم عن خد بالك انه معناها مدينة كبيرة زي كده محافظة الاسكندرية. لكن دي مدينة بتكون صغيرة. هنتكلم عن المدينة الجميلة اللي احنا بنعيش فيها اسكندرية. وهنقول له اي لايك تو فيزت. اخد بالك فيزت. اه معناها يزور. اي لايك تو فيزت اليكزاندريا. طبعا اليكزاندريا كلها اسماء المدن. والدول لازم تبطيب بحرف كابتل زي ما احنا عارفينه سنة خمسة. اي تاني اتس انايس سيتي مدينة جميلة. اي تاني اي تاني اي وانتو جو تو دا بيتش. طبعا اشهر حاجة في اسكندرية البحر انا اريد ان اذهب الى الشاطئ. وبكده سنة خمسة نكون خدنا الدرجة النهائية في ومش عايزين نشوف اي اخطوء في الامتحانات مش عايزين نشوف اي اي مشاكل في السؤال ده لانه ده سؤال زي ما انتم شايفين بسيط جدا 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 وتقدر تجيب الدرجة النهائية بمنتهى السهولة. بعد كده حبايب يطالب منك في انك تتكلم عن وده اخر عندنا يور افري داي روتين. الروتين اليومي بتاعك. يعني ايه كلمة روتين? يعني انت من ساعة ما بتصحى من النوم لحد ما بتنام. ايه الحياة اليومية بتاعتك كل يوم? دايما بتعمل ايه كل يوم? تعالوا كده نشوف. طبعا انت كطالب حياتك اليومية هتكون كالادي. اي جيت اب ات سبن. انا استيقظ من النوم الساعة سبعة صباحا. اي جو تو سكول باي بس. انا بذهب للمدرسة اه بالاوتوبيس. اي دو ماي هامورك افري داي. انا اقوم بعمل الواجب للمنزلي كل يوم. واخر جملة حبايبي هنقولها هنقول اي دونت سليب بليت. انا ما بنامش متأخر. يعني انا ما بصهرش. انا بنام بدري علشان اصحى بدري واروح ايه? واروح المدرسة. هرجع معكم بصرعة حبايبي قواعد كتابة ناخد ناخد بالنا كويس جدا من قواعد لان قواعد موجودة معنا في كل الباراجرافات. انه بداية اي جملة لازم تكون حرف اول كلمة هتبتدي بيها لازم يكون بدايتها حرف نهايتها في بيكون وناخد بالنا انه نسيب مسافات متساوية بين كل كلمة والتانية. ما يعني ما يبقاش خمس ست كلمات داخلين كده ببعض وكأنهم كلمة واحدة قال لأ سيب مسافة بين حبيبي كل كلمة والتانية. بحيث ان الباراجراف يتكتب بخط حلو. وتاخد الدرجة النهائية وزي ما انتم شايفين ده سؤال سهل جدا. وفي النهاية خمسة انا بتمنى لكم باستواشز قطيب الامنيات. وطبعا عايز اقول لكم ذكروا كويس. وربنا يوفقكم حبايبي في اي امتحانات قادمة. وكان معاكم مستر مينة. موسيقى 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 موسيقى